السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في اللان تمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير بعد الصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يوم بإذن الله أخواتي غاد يقدم لكم خنفة بوحد طريقة اللي هي جد سهلة ومبسطة كي يجي خفيف وكي يجي زوين وابنين كتقدموها في القوتي دي العشية أو فطور دي الصباح مرافق مع شوية لزبيتة وشوية للعسل تمنى إن شاء الله هنا الإعجاب دي لكم واللي أعجب لكم الفيديو ما تبخلوش عليها بلايك وتبرطجوا الفيديو مع الأحباب ومع الصديقة دي لكم باشتعوم الفائدة على بركة الله ندوثوا المقادير وطريقة التحضير في المكونات غادي نحتاجوا بيضة واحدة غادي نعطيكم هنا المقادير بزلافة أحتى بالقرام عندي هنا زلافة كبيرة ديال الدقيق ومتوسطة الحجم ما يعادل 250 جرام ديال الدقيق الدقيق الأبيض من الأحسن يكون النوعية الجيدة ونفس العبار ديال الفينو أي السميد الراطب ما كانش متوفر ممكن تديرو سميدة رقيقة تعوضوها يعني بلاست الفينو وعندي هنا يوحد الملعقة اللي هي كبيرة ديال الخميلة الفورية وخميلة الخبز حسب حالة الجو ممكن تنقصو أو تزيدو وهناي عندي وحد الملعقة اللي هي كبيرة ديال السكر سكر سانيدة وجوج أكياس من خميلة الحلويات بيكين باودر وملعقة صغيرة ديال الملح الملح ديال ما كيبقى حسب الدوق وغادي نحتاجو جوز لايف من هاد زلافة يعني نفس العبارة ديال زلايف ديال الدقيق ديال الماء الدافي غادي نحتاجو جوز لايف على بركتي الله غادي نخلطنا في الكأس ديال الخلاط الكهربائي كنضيفو ديالبيضة وكنضيفو عليها جوز لايف ديال الماء لما يكون دافي ما يكونش سخون غير دافي غير شوية وصافي ما تدفي وش بزاف يعني حسب حالة الجولة كان حال حال سخون ممكن تديرو غير من روبيني يعني غير يدفغي شوية وصافي كنضيفو ديال الخميلة الفورية والسكر وكنضيفو الفينو او الساميد الراطب وغادي ننخلط هاد العناصين بعد ما نضيفو واحد الكيمياء ديال الدقيق الدقيق ما غاديش نضيفو كامل حتى يندمجو دوك العناصين الاولى عاد نكمل كيمياء ديال الدقيق بسم الله ديال الدقيق كيف تشاهدون بعد ما يتخلط الكولك نجيب واحد الملعقة هادا كالدقيق اللي بقاليها هكا في الاطراف كنردو الواسط كنحصل على واحد الخليط اللي هو يكون جاري في اللول من الاحسن كتديرو هاد الخطوعة كتدكملو ما تديروش يعني للكيمياء ديال الدقيق كاملة باش ما يجيكمش للكيمياء ديال الدقيق اللي بقاتلية ونضيف الملح والخميرة ديال الحلويات وغادي نخلط الكل ما كدش من توفي الخلط الكهربائي ممكن تديرو غيب طالب اليدوي بسم الله كنفرغو الخليط ديالنا في واحد الاناء هذا هو القوام اللي يجب تحصل عليها أخواتي ولخصكم الماء او خصكم تضيف يعني كتديرو النوعي ديال الدقيق كتختلف لديال الدقيق ولاديال الفينو مهم تحصلوا على هاد القوام غادي نجيب معي القوام ورليكم كيف كتشاهدو هنا يا هذا هو القوام اللي يجب تحصلوا عليه ولخصكم الماء كتزيدو يعني من بعد ما كتتتخلطوا للكل كل غصكم جاكم للقوام قاسح شوية كتزيدو الماء تبا غادي نغطيب واحد بلاستيك غدائي ونخليه حتى يرتاح ويختامر شوية واحد عشرين دقيقة حتى نصف الساعة حسب حرارة الجو رجعت معاكم أخواتي بعد ما ملت واحد الخمسة وعشرين دقيقة يعني بينيات فاعل صافي كنا نحيدو ديك البلاستيك غدائي وغادي نمرو كيف كتشاهدو داي اللي ينفق قاعد له مصدار ينفق غادي نندوس في واحد المغرفة باش يباليكم كيف كتشاهدو اختامر لكن ما تقلش قاعدة القاوم يبقى يعني غين حلق شوية القاوم لي هو بقي خفيف هدا هو القاوم اللي ستحصلوا عليهم بعد ما يختامر على بركتي الله نضيف المقلاد فوق النار و نضيف المقلاد بالزيت النباتية و نضيف المغرفة و نضيف المقلاد كبيرة و صغيرة و النار تكون هادئة و لا نجهد النار نضيف المقلاد و لا نضيف المقلاد بالزيت نضيف المقلاد من الأسفل و حتى الأطراف ثم نضيف المقلاد and have some oil ثم نضيف المقلاد 1-2 then of homemade اضيف المقلادie ثم زيت المغرفة ثم تضيف المقلاد ثم نضيف المقلاد من ال� equippedพر حذية يجب أن يأخذ اللون أكثر من هذا اللون بعد أن يطلب من الأسفل يجب أن يأخذ اللون المرغوب والمقلات لا تسق بعد أن تحمر جيدا سوف نحيط هذا الوحيد ونزيد معكم وحدة إن شاء الله بسم الله ندهمه بالزيت نضيفه بالطريقة من الطريقة يجب أن نضيف المقلات ونضيفه لدى مقلات ونضيفه لدى الكمية من الخلط وكيف تطير لكم حسب الرغبة وحسب الحجم المقلات المتوجدة ونضيفه هادئة ونضيفه من الأسفل ونضيفه من الأصفل اضافتهم و اضافت الى زيت النباتية من الجانب و اضافتهم اختيار السمك اختياري حسب الكيمياء الخليط اختيار السمك اختياري حسب الكيمياء الخليط و اخرج اختيار السمك اختيار اردامي أن اثار الي اختيار انا اختيار سمكيه رجعت معكم اخواتي وهذا هو الطبق لينا الخليط وتبارك الله كيف تراه كمية كمية يجبها فامنا ان شاء الله رطب وخفيف و هذه الوحدة رابينا سميكة هذي اللي بقت لي في التالي يمكن لك الشي اللي كان بقى لي في الإناء أخويته كامل في المقلات وخاكة كيف تشاهدوه وكيجي طايم الداخل وكيجي زوين نتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم غادي نقسم لكم أحد أخرى باش توفوا السمك للمعتاد المخنفر هذي شوية سميكة كيف تكتلكم أخواتي كترفقوا شوية ديال العسل ممكن تديروا العسل فوق منه يعني تديروا شوية ديال العسل تعسلوهم كاملين أو ترفقوها كيف واحد ويصيل مع شوية زبدة كيجي بنين بنين بزف بزف مع كويز ديالتين نتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم إما كتقدموه في القوتي ديال العشية أو فطور ديال الصباح غادي نقسم لكم هذي السمك المعتاد للمخنفر يعني اللي كان كان وجدو بيه هذا هو السمك المعتاد عندي نتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم وكنشكركم أخواتي المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله ولأول مرة كتشاهد فيديو ديالك أنا أحب بها باش تشارك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله وحفظه بسم الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر